سالي لزليف اهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الثاني السنة اهلا بيكو على قناتي بروفيسير اونلاين في الفيديو ده هنحل مع بعض امتحان تسعة وعشرة من امتحانات محافظات كتاب المعاصر لعام عشرين اربعة وعشرين في فيديوهات قبل كده حلنا بعض الامتحانات وان شاء الله هنكمل جميع الامتحانات متنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكوا جميع الامتحانات الجديدة لو حسيت انك استفدتوا من الفيديو متنسوش تدوسوا لايكو شوف مع بعض اول حاجة في اي امتحان وهي الوصيكو بانجو صباح الخير جو مابل اليكس انا ادعى اليكس جسوي بروفيسير دمات انا بكون مدرس رياديات جابيت دونزون كارت يو مودرن اي كالم يعني انا بعيش في حي حديث وهادي شاك ماتا يعني كل صباح يعني انا اذهب الى المدرسة الساعة 8 بوغالي اوليسي علشان اروح المدرسة جي في تو درو انا بذهب بمشي على طول بوي ثم جي تورن ادروت يعني انا بلف في يمين لليسي المدرسة المدرسة بتكون ما بين المتحف والمنتزه اونفاس دي لسي يعني فمواجهة المدرسة الي اين بلاس بيوجد ميدان اي اوسي ان بارك اي دير ريستوران بيوجد منتزه ومطاع جيم بكو من لسي انا احب كسير المدرسة ايميز ليفو تلاميسي في النهاية بيقول ابلوس يعني الى اللقاء شوف الاسئلة مع بعض س دي كيمو بريزانت يعني هذه الوثيقة بتقدم لانتغير اوليسي يعني الطريق للمدرسة وبقى الاجابات من الترجمة االكس فا اوليسي يعني االكس بيذهب الى المدرسة او يتر يعني الساعة تمانية الاجابات دي نلاقيها متخططة في الوثيقة لليسي المدرسة اي اندر لبارك اي لي ميوزي يعني المدرسة بتكون ما بين المنتزه والمتحف االكس انسيني اللي زيليف يعني بيعلم التلميذ لانهو بيقول ان هو بروفسير مدرس تابنشوف معنى باقي الاختيارات سواني اللي مالاق بيعاليق المرضى بران دي فوتو بيالتاقط صور كوب ليشييو يعني بيقص الشعر شوف الوثيقة التانية جو مابل جان يعني انا ادع جان جو سوي فرانسي يعني انا اكون فرنسي جابيت اى كن يعني انا بعيش في كن كن دي مدينة من مدين فرنسي جو سوي ان واكانس يعني انا بكون في اغازة او مارك في المارك سي ان بوبي انها مدينة جميلة او نوردوست دافريك يعني في شمال غرب افريك جو سوي دان سا كابتال انا بكون في عاصمتها اللي هي ارباط جو فى دي بروميناد دان لاناتير انتر لفورت يعني انا بتنزه في الطبيعة مبين الغبات الفلور والازهار والمونتاني والقبال جو برون دي فوتور يعني انا بالتقط الصور او ماركا يعني انا بالتقط الصور مع اصدقائي المغرب جمي برومان افيلو يعني انا بتنزه بالدراج او ماركا يعني فى المغرب طولي موند ببارل الاراب والفرنسي يعني كل الناس بتتكلم اللغة العربية والفرنسية هما بيكونوا باشوشين ورائعين جمي انا احب الحياة فى هزه المدينة نشوف الاسئلة مع بعض سيدي كيمو بارل يعني هزيه الوصيكو بتتكلم لفاكنس عن الاجزة الماركا بتكون يبقى المغرب دي بتكون او نافريك يعني فى افراكي بقى الاختيارات عندك مترقب او ماركا يعني فى المغرب جون سي برينو افيلو يعني بيتنزه بالدراج جون فيان يعني جون قاي من دي فرنس من فرنسا لانه بيقول انه عايش فى كان وكان دي مدينة من مدن فرنسا شوف اسئلة المواقف اللى بيكون طالب منك انك تختار موقفين يعني انت سألت صديق اين توجد المحطة ماذا هو يقول يبقى انت سألت صديقك فى المحطة فهو يرد عليك ويقول ايه عندنا الاجر هنا دي كلمة مفرد مؤنس هنقول عليها ال بمعنى هى يبقى صديقك هيرد عليك ويقول ايه ليه اكود دي مرزي يعني هي بتكون جنب المتحف او هيرد عليك ويقول سي انتر لسينيما الى باست يعني هي بتكون ما بين السينيما والبريد تب نترجم بقى الاختيرات ما بعض اشو نشوف احنا ليه اخترنا الاختيرين دول بالزات هنا ببور يعني علشان تاخد القطر يعني المحطة بتكون كبيرة يعني أنا بعيش بالقربة من المحطة شوف الموقف اللى بعده يعني انت سألت صديقك يعني من اين هو اتا ماذا هو يقول ابا انت سألت صديقك انت جاي من اين فهو هيرد عليك ويقول يعني ايه جاي من باريس يعني انا جاي من المصر تب نترجم بقى الاختيرات يعني انا احب الذهاب الى المتحف يعني انا سازهب للطبيب يعني انا هروح الملاهي الموقف اللى بعده يعني انت بتوصف الحي بتاعك كاذك تدي ماذا انت تقول عندنا الكارتية الحي كلمة مفرد مزاكة هقول عليها ايل بمعنى هو يبا هيرد عليك ويقول سجونيال انه راع او ايلي كالم انه هاد تب نشوف با الاختيرات معناها ايه ما في ايه جروند يعني مدنتي بتكون كبيرة سوتين فلور يعني انها زهرة جمان كارتية يعني انا احب حيي نشوف مع بعض بعد كده سؤال الاختيار الخاص بالجرامير سيني بقى نقط غونبوع عندنا كلمة غونبوع كلمة مفرد مزاكة هنا عايز يقول انه ليس دوران ده مش دوران تب نشوف القاعدة بتقول ايه بصوا معايا كده علنك الباب القلم الجاف في النفي تحول ادوات النكر اللي هي او و اين و دا الى د او د ابوسترف لكن في حالات ما بنحولش فيها تب امتى مع دمع فرب اتر بل ما لاقي عندي في الجملة فرب اتر ما بحولش بتفضل ادوات النكر كما هي و افعال الميول افعال الميول اللي هيحب ويكره ويعشق ويفضل دول اساسا ما بياخدوش ادوات نكر بياخدو ادوات معرفة هنا عنا عندي ده تصريف فرب قدري بقى مش هحاول لد او لد او بصدرف هياخد ادوات نكر عادية جدا حسب الكلمة اللي عندي كلمة الموفرد مزكري هياخد معاها السؤال اللي بعده ني نقط باد بغوي عايز اقول ما تعملوش دوش سيلفو بلاي لو سمحتو هنا الفعل انا هصرفه مع مين يا ترى هصرفه مع تي مع انت ولا مع فو طب هو بيقولهم سيلفو بلاي لو سمحتو او لو سمحت لحضرتك برده كده كده هستعمل فعل فو هصرف الفعل مع فو يبقى هنا تصريف فر مع فو اللي هو فت اللي هو الاختيار الاخير طب لو بيكلمك انت كان قال ايه كان قال سيلت بلاي يعني لو سمحت لك انت خلاص تمام في الحالة دي هصرف الفرب مع تي طب نشوف اللي بعده الى بيت يعني هو بيعيش انتي اللي هي جزر الكريبي ودي جزر جمع يبقى تاخد الاختيار الثالث او هو عبارة عن دمج اللي ا حرف الجر ا زائد اداة المعرفة ل شوف السؤال اللي بعده يعني صديقي بيكون من اصل هنا انا مش بوصف الصديقي انا بوصف كلمة ارجين اللي هي كلمة اصل كلمة ارجين عندي كلمة مفرد مؤنس يبقى الصفة اللي تيجي بعدها تيجي مفرد مؤنس يبقى يبقى صديقي بيكون من اصل مصري سؤال اللي بعده تورني لف او تغوز ينفو يعني لف في الاشارة الثالثة هنا كلمة فو كلمة مفرد مذكر تاخد معاها او السؤال اللي بعده يعني في الربيع السماء بتكون كلمة مفرد مذكر الصفة اللي بعدها تيجي مفرد مذكر يبقى السماء بتكون زرق نشوف الميل مع بعض كوكو كوكو معناها صباح الخير بتساوي يعني في اي فصل احنا بنكون هنجاوه نقوله يعني احنا بنكون في فصل الشتر يعني انت بتحب اي فصل هقوله يعني انا احب فصل الس في النهاية بيقول يعني الى لقاء هرد واقول شوف بعد كده السجي اللي بيكون طالب منك انك تكتب من عشرين لخمسة وعشرين كلمة وطالب منك يعني اوصف المناخ ما تنساش تستعمل الكلمات اللي ما بين الاقواص اللي بمعنى يوجد يعني التقص يكون نقول في الشتاء يعني السماء بتكون ملبدة بالغيوم اللي بمعنى يوجد اللي بمعنى يوجد اللي بمعنى يوجد اللي بمعنى يوجد بمعنى يوجد ضباب وبيوجد صحب يعني احنا بنالتدي ملابس تقيلة او ملابس تدفي الفين موان فان ديجري يعني الجو بيكون اقل من عشرين درجة كده نكون انت هنا من الامتحان الاول نشوف ما بعد الامتحان التاني نشوف الوثيقة ما بعد وهنا الوثيقة عبارة عن ميل ده سامي من سامي امامو الى مامتو اللي بجي الموضوع اللي هيتكلم عنه سامي اني في قسار يعني عيد ميلاد نشوف هنا سامي بيقول ايه ما شر مامو يعني عزيستي ماما او جردوي يعني اليوم سي جدي انه الخميس اللي برمير جرده جنفياي انه اول يوم من شهر يناي جي في فينير ديما يعني انا هاقي بكرة بور فيتيتونا النيفرسير علشان احتافل بعيد ميلادك جي في اعريفي على غارد كار يعني انا هاوصل محطة القاهرة اميدي يعني ساتنشر ده نبغي بغبال لديني يعني مجهزيش عاشر بارسكي جي في او انفتي بابا اتوا او رستوران علشان انا عزمكم انتوا بابا في مطا جي في باسي الويكند انا ساقضي عطلة نهاية الاسبوع افكو معاكم مي ولكن جي في اتر عليكزندري ساميدي او يعني الساعة تلاتة وعشرين هو بيقول لكن انا هكون في اسكندري يوم السبت تلاتة وعشرين الساعة تلاتة وعشرين يعني ايه الساعة تلاتة وعشرين اجيب الساعة اللي عندي وانقص منها اتناشر هتديني الوقت بالمظبوط اللي هو الساعة احداشر بس هتكون مساء طب نشوف الاسئلة مع بعض سامي يعني سامي هيجي انترا بالقطر عرفنا ازاي ان هو بالقطر لان هو بيقول ان هو هيوصل اللاجار اللي هي المحطة القطر والاجابات دي هنلاقيها كلها متخططة بالوصيق سامي هيكون في اسكندريا طبعا احنا قلنا الساعة اللي هي تلاتة وعشرين دي هنحوش منها اتناشر تبقى الساعة احداشر مساء يبقى الساعة احداشر لسغار يعني مساء هنا قامي دي يعني ساعة اتناشر الظهر لابريمي دي يعني بعد الظهر لمتا يعني صباح لفامي يعني العيلة هتتناول يعني وجبة العشاء في المطعم لان هو بيقول لها ما تجهزيش عشاء عشاء انا عزمكوا انت وبابا في المطعم تمام يبقى الواجبة اللي هيتناولوها في المطعم اللي هي الديني اللي هي واجبة العشاء لامر دي سامي يعني والدة سامي فتا سونا نيفير سير يعني هتحتفل بعيد ملتهم في اي فصل من الفصول في فصل الشتاء لان هو بيقول لها النهاردة ده يوم الخميس وهو اول يوم من فصل من شهر بردان من شهر يناير وشهر يناير ده فصل الشتاء جوف الوصيق اللي بعدها اميرا ابيت على كومباني افيك سافامي يعني اميرا بتعيش في الريف مع عيلتها اي لا انا بغي فوتوهي معاها كاميرا اني فير في الشتاء اي لا في فرق جاو بيكون بالي اللي سيل اغري وسمى بتكون رمضية اميرا ني سي برامين بالي ويك اند اميرا مش بتتنزه في عطلة نهاية الاسبوع الراستة على ميزون هي بتفضل في البيت اي لجو اه دي جو فيديو افك سان فغير امير يعني هي بتلعب العب فيديو مع اخوها امير اني تي في الصيف الهدارة فوتوغرافية لي زغب الافلور هي بتاعشق تصوير الاشجار والزهور لابنشوف مع بعض الاسئلة اميرا ام فوتوغرافية يعني اميرا بتحب تصوير الاناتير الطبيعة اني فير في الشتاء اميرا پاسسون ويك اند اه في الشتاء اميرا بتقضي عطلة نهاية الاسبوع اه في اي جو ادج فيديو في ان هي تلعب العب فيديو اني فير في الشتاء لاتون اي بيكون نعجر يعني ملبت بالصحب الكلمة دي مش موجودة في الوثيقة لكن احنا فهمنا ازاي من الوثيقة لان هو في الوثيقة بيقول لنا يعني السماء بتكون رمضية طيب بقى الاختيارات معناها ايه دو يعني لطيف يعني صافي يعني حر جدا سماء بتكون رمضية بتساوي يعني ملبت بالصحب اميرا بتلعب مع امير اللي هو كل الاجابات دي هتلاقيها متخططة في الوثيقة نشوف سؤال المواقف اللي بيكون طالب منك انك تختار اجابتين صحب تديماند اتونامي يعني انت سألت صديقك عن صون دي جيزمون عن تنكر كسك تدي ماذا انت تقول انت هتقول ايه هتقول تان دي جيزمون سكوا يعني تنكرك هو ايه او هتقول جمي دي جيز ام بيانت يعني انا بتنكر فيه زي رسمة اتوا يعني وانت طب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه او تيابيت يعني اين انت تعيش كالي صون دي جيزمون ما هو تنكره لا مش هتنفع كمو السر دي جيز يعني كيف هي تتنكر شوف الموقف اللي بعده انا ميسان فارما سير تعلانج يبقى صديق بيستعلم عن لغتك كسك الدي ماذا هو يقول طب يعني ايه عن لغتك يعني عايز يقول ايه اللغة اللي انت بتتكلمها طب هنشوف كده هيقوله ايه كاللانج بارتي يعني اي لغة بتتحدث انت او كالي تنلانج يعني ما هي لغتك طب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه كاللانج يتدي كاللانج بارتي يعني ايه لغة بتدرس انت في المدرس كاللانج بارتي يعني ايه لغة بيتكلم صديقك الفرنسي كي بارلي فرنسي يعني من يتحدث الفرنسي الموقف اللي بعده كاللانج بارتي يعني انت بتتكلم عن مشروعاتك في الاجازة مشروعاتك القادمة في الاجازة كسك تدي ماذا انت تقول هتقول انا بعمل كذا في الاجازة هتقول انا سأذهب الى الريف او هتقول انا هعم في همام السباح طب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه يعني الاجازة هتبدأ في شهر يونيو او يعني هو مش حيزبها الريف هو مش بيحب الاجازة طب نشوف هنا سؤال الاختيار الخاص بالجرامير ال فيb يعني هو بييأتي here كلمة مفرد مذكر او حد يشوف احنا فيها اس بتنتهي بالاس يقول ان دي كلمة جامع فيختار الاختيار الاخير لا لاتنفعش كلمة بارك ده تذا جامع يعني منتزه كلمة بارك ده تذا جامع كلمة منتزه واحد لكن هو منتزه للبرامج الطرفهي خلاص تمام يبقى الكلمة جامع كلمة مفرد مذكر هتاخد معنا الاختيار الاختيار الاول نشوف سؤال لبعده يعني اي فصل ستذهب الى القاهر يبقى كلمة سيزون عندنا كلمة مفرد مؤنس هختار كل الاول أنا عايز اقول بنادم سامي روح البسين مع اخوك طب هنا انا كده بوجه الكلام لمن لتي لانت بعايز التصريف الفعل مع تي يبقى تصريف فرب علي مع تي بصوحا لانا كتبا بالقلم الجاف هنا تصريف فرب علي مع تي اللي هي va وبعد كده بحزف ايه الاس في الامر أنا بحزف الاس في الامر من حاكتين من افعال المجموعة الاولى ومع تصريف فرب علي طبعا مع تي الكلام ده مع تي اللي انا بقوله حزف الاس ده مع تي يبقى سامي يعني سامي اذهب الى حمام السباحة مع اخوك طب نشوف اللي بعده يعني ابن عمي ولا ابن خالتي ترافاي بيعمل نقط ايجيبت هنا ايجيبت دولة مؤنسة يبقى تاخد مامير ايه بتكون هنا انا عايزة تكون مفرد مؤنس مامير مؤنسة يبقى الشغلة اللي عندي هتكون مؤنسة يبقى فوتوغراف فوتوغراف بتنفع مؤنس ومزكر لكن بقى الوظائف هنا دول كلهم مفرد مزكر انك واتي تي نقط طب هنا انا عوزة اقول في ايه انت بتتنكر يبقى هنا الفعل عندي هيكون مصرف مع تي اللي هو انا هاخره نهاية اس يبقى دي جز تكر هنا دي جزي ده مصرف مع الفو ده مصرف مع ايه الوقال الجمع هنا ده الفعل في المصدر يبقى عندي الفعل هيكون مصرف مع تي اللي هو الاختيار التالت يبقى في ايه انت بتتنكر طب نشوف الميل مع بعض صالي صالي تحياتي تحياتي كن دم تيالي او بارك دات راكسيون يعني امتا بتحب تذهب للملاهي هقول لا جمالي او بارك دات راكسيون ان فاكنس يعني انا بحب اروح الملاهي في الاجز طب اي كيف تي او بارك دات راكسيون يعني وماذا انت تفعل في الملاهي اقول او مانت يعني انا بركب وموقعها ان هي موجودة في مصر طب ستين بل في انها مدينة جميلة اي لب روبرا هي بتكون نظيفة ضم في يعني في مدينتي الياب بيوجد دي زارب يعني اشجار دي سينما يعني وسينمات اي دي غيستوران ومطاعم بانا كده اتكلمت عن الياب اللي هي الاماكن اللي موجودة فيها ميلياب غيف ري يعني اماكني المفضلة سورل غيستوران بتكون المطاعم جمبيا اسيوت يعني انا احب كثيرا اسيوت كده نكون انتهينا من الحل الامتحانين شكرا اللي سمعكو ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكو جميع الامتحانات ان جديد